التبغ، هذا العدو الصامت الذي يخطف أرواح الملايين ويترك خلفه عائلات مكلومة وأحلام مكسورة إنه تهديد عالمي يتطلب منه تكاتف الجهود لمواجهته وحماية الأجيال القادمة إحدى أخطر الآفات الاجتماعية التي تهدد حياة الملايين حول العالم وهي آفة التبغ والتدخين إن دولة الكويت بالتعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهوداً متواصلة للتصدي لهذه الآفة القاتلة عبر استراتيجية شاملة ترتكز على محاول رئيسية المكافحة الوقاية العلاج تأتي أهمية دور الدول في سن التشريعات الصارمة التي تتمنع التدخين في المرافق الرسمية كما تتحمل وسائل الإعلام مسموعة أو مقروعة أو مرئية مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع دولة الكويت تعتبر الأولى خليجياً في معدلة استهلاك التبغ هناك أربعة مرتكزات أساسية ساهمت في ارتفاع معدلات استهلاك هذه الآفة في لاونة الأخيرة هناك تصنيع للتبغ والسجائر ومشتقاته بازدياد كما أن هناك استخدام لوسائل الإعلام بحيث تساعد هذه الصناعة للترويج لها كما أن هناك قوانين تسن لتسهيل لصناعات التبغ وكذلك قوانين لتمنع محاربة التبغ هذه المساء الأربعة وهذه النموذجات الأربعة هي السبب الرئيسي فيما نشاهده الآن لا سيما في دول العالم الثالث ولا سيما بين الشباب من اللافت أن أعباء هذه الآفة تكلف الدولة حوالي أربعمائة مليون دينار سنوياً حيث تبلغ نسبة المداخنين من البالغين تسعة وثلاثين في المائة ومن اليافعين ستة وعشرين في المائة بين الذكور هي أرقام مقلقة وبإزدياد هذه الأعداد تزداد الحاجة إلى تفعيل البرامج التوعوية هناك عب اقتصادي ليس بقليل سنوياً في عندنا أربعمائة وتسعة عشر مليون دينار كويتي هي العب الاقتصادي بحسب دراسة اقتصاديات التبغ اللي تمت في الكويت ونشرت في العام الفين وتسعة عشر جزء من هذه المبالغ هو تكاليف مباشرة والجزء الآخر وهذا الأهم هي غير المباشرة نقصد فيها المراضة والوفيات تقدم المنظومة الصحية الدعم للراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال 27 عيادة متخصصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مما يعكس التزام الدولة بمكافحة هذه الآفة وتعزيز صحة المجتمع لما أبو علاوي قناة الأخبار